أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان وفاة شخصا يشتبه بإصابته بفيروس الحمى النسفية جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السوحويزي الذي أوضح أن الإصابة تعود لشاب يبلغ من العمر 27 عاما كان قد دخل المستشفى من أجل العلاج حيث توفي بعض إصابته بأمراض مميتة وتم تسجيله كأول حالة وفاة بمرض الحمى النسفية في إقليم كردستان أطلبت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بتعليمات الوقاية بالابتعاد عن المصابين بمرض الحمى النسفية